سنوات سنوات وهو يناظر ويقاول ويصاول خذهات وكذا ما قالش خلاص اكتفوا باسمي بعضهم يأخذ بظاهر الحديث النبوي في صعيح مسلم انفرض به مسلم دون البخاري والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار حديث أحد صحيح في مسلم أنا حتى بحث استنده قبل أن أبحث سنديها في مشكلة لا لا أريد أن أبحث الحديث قابل للتأوين لن أرده لماذا؟ لأنه قابل للتأوين أيضا من طريق قصير داني قريبا جدا ولائحة بحيث يصبح مقبولا غير متضارب مع القرآن الكريم لا يضربه الكتاب الكتاب تحدث عن ماذا؟ تحدث عن حجة رسالية كما قلت عن بلاغ مبين حصل به لهم ماذا؟ اليقين وتبينوا الحق وتبينوا الهدى وحصل لبعضهم الإيمان كمان ثم كفروا بعد ذلك الحديث يقول يسمع والله محمد إبن عبد الله خلاص سمعت بي؟ خلاص يا سلم إيه الكلام هذا؟ هل قال عالم بهذا؟ أنه مجرد الكافر يسمع الله ما حكاش أنه يسمع باسم محمد وليه في القرآن القرآن إيه قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يبلغ مأمنه فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه وذلك بأنهم قوم لا يعلمون معناها إسماع يحصل به ماذا؟ العلم إسماع يحصل به العلم يحصل به العقل لو كنا نسمع أو نعقل وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكُمْ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ بمثابة لا يسمعون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولى وهم معرضون إذن هذا سماع أو إسماع سوان أذن أم سماع عقل وإدراك وعلم وفهم لا السماع الثاني علم الله أننا كمنا نفهم هذا ونحن غلمان ونناقش فيه هذا السماع هو المنفي في قوله تعالى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْفِ الْقُبُورِ أي سماع؟ سماع عقل وإدراك يحصل به الفهم والعلم ثم الاهتداء راحت عليه لأنه عنه التكليف خلاص انتهى التكليف زمن التكليف انتهى زمن الحج قضاء مش حينفع إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا أولوا مدبرين بالله عليك الكفار ما كمش يسمع كلام النبي يا أبا الحكم بسمع قال الله تعالى سماع هذا سماع إيش سوان سماع أذن لكن سماع فهم وعاقل ما كان يسمع قلبه موسط والعياذ بالله عنده كفر إعراض سببه الكبر والاستعلاء راح فيها هذا كافر عجهنة وبئس المصير معنى مشكلة واضح فإذا ليس إحكاز والذي نفسه بيده ولا يسمع به دخل النار أي سماع عن أي سماع تتحدثون طب بالله عليكم نصدق من نصدق فهمكم الحديث نحن نصدقون نحن نصدقون به معنى مشكلة هذه المرحلة معنى أي مشكلة معه معنى حديث أحد على فكرة حديث أحد نحن نحنم عندك مشكلة مع أحد بتعرض مع كليات القرآن الكريم أن أرده إذا لم يمكن تأويله لن يمكن تأويله بطريقة سهلة يحي هلا يحي مرحبا بالوفاق مرحبا بالوفاق لكن عندك مشكلة مع حديث أحد يتعاصى على التأويل لا يمكن أن أضرب به قواطع القرآن وكليات القرآن لا يمكن أن أفعل هذا بل أرده لا كرامة إيش رأيك وأكون هنا أنصفت القرآن وأنصفت الرسول عليه الصلاة والأفضل السلام نصدق من نصدق فهمكم لحديث منسوب للرسول أم نصدق فهم الرسول وعمل الرسول وأسألكم بالله الرسول مكث في مكة ثلاثة عشرة سنة ماذا يفعل ماذا يفعل يطلق القرآن ويحاجج ويناظر ويبشر وينذر ليلة نهار وبعدين ربنا قالوا إحنا جددنا لهم الفرصة كما قلت لكم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير سنوات سنوات وهو يناظر ويقاول ويصاول خذهات وكذا ما قالش خلاص اكتفوا باسمي